السلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد أحبابي في حلقة جدا إن شاء الله حول تحديث البيتكوين والعملات الرقمية نظر لما حدث أمس وهذا الرعب الذي حدث أثناء هذه الحركة العادية جدا بسيطة أقل ما يقال عنها أنها عادية جدا وخصوصا الناس الذي تخاف حركات مثل هذه أثناء الويكند هذا عادي جدا لماذا الويكند بالضبط في نهاية الأسبوع لأنه باختصار شديد لاحظ معي نحن داخل هذا الرنج هل تم اختراقه بين القوسين كنا غيرنا هذا الرنج إلى هذا أحدثنا هنا ولازلنا هذا في داخل هذا الرنج إذن هذا الرنج لازلنا به ولمش ولا شيء يتغير يعني على الإطلاق يعني حينما كسرنا بقمة أصبح هذا القمة وهذا هو القاع يعني هذا المستمر إذن الحركة التي حدثت لا شيء غير عادي فقط عملية استياد لستوبات لأصحاب لونغ الذين ذكرنا في الفيديو السابق وحتى ناقشنا هذا على القناة الخاصة وذكرنا أن الأعداد الكبيرة جدا من صفقات لونغ تمت لكوديشن لها وهذا بسيط وعادي جدا أثناء الويكند لماذا الويكند بالذات لأنه الانستيتيشنال لا يشتغلون يوم السابق ولا حد بكل بساطة فيشتغلون فقط من الاثنين إلى الجمعة يعني الأيام العادية وخلال نهاية الأسبوع على العموم تكون السيولة السيولة عادية أو قليلة جدا تسمح بالتلاعب خصوصا بالنسبة للمنصات وذكرنا هذا وقلنا أنه بالنسبة للمنصات يعني إذا عدنا إلى المؤشرات الخاصة مثلا على بايدنس ستقولنا أنه عندنا open interest open interest كبير جدا وفي تصاعد كان رهيب يعني هنا نتحدث عن واحد فاصل يعني بليون يعني من من الأعداد من open interest يعني في من البيتكوين يعني الملايين من البيتكوين فهذا كبير جدا يعني هنا كنا في 750 مليون الآن تحولنا إلى المليار ونصف تقريبا من البيتكوين لا أعرفوا نسبة مليار بالمليون يعني هنا الألف 750 ألف وهنا المليون البيتكوين وهذه الأعداد الرهيبة يعني جدا يعني بالنسبة ل open interest كان عادي جدا أن يكون في عمليات تصحيح لهذه الأسعار من أجل إخراج أكبر عدد ممكن قلنا أنه السوق لا يتحرك في التجاه العام إلا بعد إخراج أكبر عدد ممكن من أصحاب المونج وأصحاب الشورت يعني أصحاب الرافع المالية في حينما يريد يختار الاتجاه حينما يختار الاتجاه لابد أن يخرج أكبر عدد ممكن من الناس ويبقي على قلة قليلة كي يستطيع الاتجاه في الاتجاه الذي اختاره السوق أو صانع السوق لذا هو كان عنده خياران يعني حينما رأى هذه الكميات من أصحاب المونج والشورت خصوصا أصحاب المونج لأنه هذه الكمية كما يكون نلاحظ أن كان إيجابي إيجابي دليل على أنه كان أصحاب المونج كبيرون جدا وكثيرون والسوق لا يمكن أن يربح هذا العدد الكبير جدا من الناس يعني حتى إذا أخذنا مثلا خصوصا يعني مثلا سوف أأتيك نأخذ هذا السعر وأذهب إلى مؤشري الذي الخاص يعني لكي نرى هذه الأماكن المهمة يعني بين القوسين إذا أخسرنا مثلا هذا المكان الذي دخل فيه هؤلاء الناس مثلا في مرحلة الصعود هذه من هذا المكان إلى هذا المكان يعني من تقريبا آآ خمسة وخمسين خمسة وخمسين خمسمائة وواحدة وعشرين دخلنا في أدلات خمسة وخمسين آآ خمسمائة وواحدة وعشرين ومن خلال نأخذ مثلا خمس في هذا الصعود يعني من هذا المستوى إلى آآ نقول إلى الأربعة وستين ألف إلى حتى تقريبا الخمسة وستين أربعة وستين وثمانمائة أربعة وستين ثمانمائة وخمسة إذا أخذنا هذه الأصعار الناس الذين دخلوا في هذه المرحلة من الصعود يعني سوف تجد أنه أسعار الخاصة بهم أصحاب آآ عشرة لونغ فستجد في أنها في المتوسط على العموم سجدها على هذه الأصعار والذي ذهب إليها السوق تقريبا هذه المستوى حتى ضرب خمسة وصل إليه وضرب ثلاثة وصل إليها تقريبا وحو اقترب حتى من ضرب اثنين يعني أخرج بين قوسين أكبر عدد ممكن من أصحاب لونغ في هذا المكان ومن ضرب أصحاب وضرب أصحاب لونغ باختصار شديد هذا هو ما عمله السوق يعني من خلال هذه الحركة الموجودة هنا كان اختار يعني الناس بكميات يعني لكي يخرج أكبر عدد ممكن إلا من عنده أموال إضافية ويتالي سوف يعني يعني يستطيع البقاء والصمود بين قوسين إلى مدة أطول إذا استطاع هذا عفوا إذا استطاع إذا عدنا إلى الإعدادات الأمس لنراك ماذا حدث يعني فإذا أخذنا هذا تقريبا تم تعمل لتسع مليار دولار من أصحاب لونغ وثمانمائة مليون على أصحاب شورت يعني هذا فقط على كل العملات إذا أخذنا البتكون واحدة الذي حدث لماذا لتقريبا هنا تقريبا خمسة مليار خمسة مليار من أصحاب لونغ وأبعمائة مليون لأصحاب شورت هذا الذي حدث يعني في السوق باختصار شديد يعني لا أقل ولا أكثر يعني فالحدث أمس يعني كما تشاهد يعني فهذه لأصحاب كانت واضحة جدا وأصحاب شورت وهذه الحركة كانت ضرورية لكي يتخذ السوق طريقه إلى صعود أو نزول أو يأخذ التجاه العام إذا أزلنا هذا ونعود إلى المسائل الأساسية هل تم كسر مناطق مهمة لا على الإطلاق هل تم إخلاق أسفل هذا لا على الإطلاق هل أغلقنا أسفل هذا لا على الإطلاق يعني لاحظ أنه حتى هذا هذا اللو الذي كان يعني في هذا المكان فحينما أغلقنا أغلقنا على يعني دليل على أنه أمور عادية جدا تلاعب بالأسواق وتلاعب بالأسعار بطريقة عادية جدا من أجل إخراج أكبر عدد ممكن لكي يستطيع السوق الذهاب في التجاه المرض وسبب تأخر الصعود هو هذا يعني أصحاب لونغ والشغط كثيرون جدا في هذه المستويات وهو يعني إذا عدنا إلى الليكوديشن التي حدثت أمس الليكوديشن التي حدثت أمس حتى خلال كراش مارس الكورونا الماضي لم يحدث هذا العدد الكبير من الليكوديشن هذا العدد الذي حدث هذه المرة كان كبير جدا وهذا الذي أدى بالحركة التي شاهتمها إلى تقريبا ما يناهز العشرين في المئة يعني كحركة من قمة إلى القاع لكن هذا كان عادي جدا ولا إشكال فيه يعني فالمسألة كانت عادية جدا ليس فيها نوع من ما يدعو للقلق والربا أكيد على الشرط هنا عندنا تقريبا يعني إذا أزلنا هذا يعني السابق لأنه تم كسر إعادة اختبار يعني فشل هذا الشكل الهنسي الذي كنا فيه يعني بين قوسين لكن عندنا تقريبا هنا شبه وج تقريبا يعني تقريبا شبه وج وهذا الوج بين قوسين هو من نماذج إذا قلنا أنه السلبية إذا كسر إلى الأسفل فهو يعني كسر سلبي هذا لا إشكال فيه لكن هل هذا يعني نهاية السوق السعيد لا ألف لا لازلنا يعني إذا لاحظت يعني هنا تاخذنا في القمة في مناطق بين قوسين بين قمة وقع وهذا هو الرنج الذي تم وضعه من الكبار أقل ولا أكثر يعني فهذا يعني إما يكون أو ولحد الساعة إذا كان حقيقي وهو ما لا نراه على الإطلاق لذلك لا يعتماد على المؤشرات الأخرى التي ذكرنا على وعلى جميع الأشياء حتى على التي يجب أن نراها وكلي ليس هناك عندنا حقيقية لحد الساعة ما يدعونا للقلق والريباء إذا صح التعبير لذا بالنسبة إلي أنا لازل السوق إيجابي جدا و وطالما يعني صدعت رؤوسكم يعني في عدة مرات وأقول لكم يعني في كل مرة في كل تصحيح هل كصنع الفرستاب باختصار نأخذ أين هو الفرستاب بالنسبة إليه حتى لو نزلنا إلى هذه الأسعة يبقى السوق صاعدا ولا يقدح في صعوده حتى لو نزلنا إلى هذا المستوى لكي تعلموا أن المسألة أن السوق لازل التجاه العام صاعد وبقوة هذا صعود جنوني صعود قوي جدا لا أقل ولا أكثر فقط هذا الذي يجب أن تعود لاحظ على شمع المنفلي ها هي كما تشير لاحظ عدد الشمعات وهذه شمع بسيطة حمراء ولم ينتهي الشهر أصلا كي نحكم بسلبيتها أم من عدمها لأنه لازلنا لما تقريبا 11 يوما من أجل إغلاق هذا الشهر وبالتالي احتمال أن نعود ونصعد ونكسر قمام جديدة خصوصا كما تحدثنا أنفا وهذه الأهداف التي تستهدفها مثلا نهاية شهر ماي أبريل نلاحظ أنه كبير يراهن على 8000 قد ربما نصبها أو لا يبدو صعبا وصول إليها حاليا لكن نراها من الأهداف التي يستهدفها بعض الكبار يعني يراهنون عليها على الأقل هذه المراهن على هذه الأسعار احتمال أن نشهد خلال شمع الأسبوعية المقبلة طيران أو إذا لم يكن خلال هذين أسبوعين سيكون مع بداية شهر ماي إن شاء الله يعني فهذا ما أتوقعه يعني حاليا نحن في مرحلة التذبدوب عادي جدا خلال أسبوع يعني أو أسبوعين عادي جدا مرحلة نوع من التنفس طبيعي للسوق بعد هذا الرالي الذي حدث للبيتكوين والعملات والذي يتطرح جليا جليا جدا هو عدم عدم وجود هذه الإشارة السلبية على الأرض يعني مثلا عملات كثيرة كنا نذكرها يعني مقابل البيتكوين فحركتها عادية جدا وإيجابية جدا وتواصل الصعود ولم تكسر أي مستوى يعني بين قوسين يعني سلبي يدعو للقلق يعني إذا رأينا هذه مثلا لاحظ حتى يعني ما حدث أمس لم نشاهد يعني بين قوسين أي ضعف على على الإطلاق مثلا هذه العملاء أو على العملاء كثيرة جدا يعني في أسوق مما يدل على أنه هذه العملاء تمتماسكة جدا ولم يحدث أي شيء على الإطلاق إلا بخلاف هذا التصحيح الذي حدث على محافظكم والناس تقلق وتبكي وتبكي دما نتيجة ما حدث وقلت لك يعني يجب أن تتبع الإدارة المالية هذا شخصيا محافظة لم تتأثر تقريبا من قابلة تكون إلا بنزول خفيف هذا النزول خفيف يعني هو كبير مقارد إذا أخذته بالدولار ولكن لا يعنيني في شيء ما دمت في التجاه العام الصعيد الذي شرحناه عرفا وقلت أن المحافظة سوف تشهد حركات ودروضاون يعني بين قوسين عادي خلال السوق المراكية يعني حركات تصحيحية تكون على هذا الشكل للمحفظة ولا تعنيني المهم أنني أحافظ على هذا التنمد الصعيد على المحافظة يعني بشكل عام وهو الذي يعني أسعى إليه يعني باختصار شديد هذا ما لم يتغير فالأمر عادي جدا وصحي وسليم جدا يعني ليس فيه أي إشكال إذن لا داعي للقلق أو الضيبة أو الخوف أو القلق لا أدري يعني ناس الذين تخاف يعني بهذا الشكل الهستيري للإشارة يعني بالنسبة لمن سألني يعني كنت أود أن أعمل ذلك اليوم لكن ربما أخره إلى الهد إن شاء الله الاختيار يعني كما قلنا فائز من خلال فيديوهات سوف أخصار الفيديو سوف أخصار الفيديو من أجل أن نختار منه يعني مشترك يعني يعني حقق هذه الشروط الذي قلنا أنه مشترك في القناة تعمل لايك مشاركة يعني على السوسيال ميديا يعني يعطينا يعني سكرين قام مشاركة المحتوى في السوسيال ميديا ثم سوف نختار إن شاء الله من خلال التعاليق الموجود على الفيديوهات سوف أخصار الفيديو أو سأعمل على إحدى الفيديوهات الأخيرة يعني من أجل ذلك للإشارة يعني بالنسبة لأوكيكس يعني أيضا سوف أعمل مسابقة فيها التحدي الخاص بنا الذي وضعناه على القناة على أوكيكس وسأختار منهم آخر الذين التحقوا من أوكيكس يعني بين قوسين يعني ووضع يعني يعني مبلغا للتداول وبدأ في التداول إذن ليشارك معنا في هذا التحدي إذن سوف نختار أيضا منهم من سوف يلتحق بنا في الدورة الخاصة بنا إن شاء الله هذا باختصار شديد حول ما يحدث أخ أحمد سويله أكسلت لو سمحت أرسل على ديسكورد إنه ممكن تقبلني حاضر ليس هناك أي يعني أرضر أن نطل يعني غير موجود طلبه مهم سوف نظر بعد ذلك بعد قليل الإخوان إذن هذا باختصار شديد يعني ما ما أردت القوله على العام للقناة العامة يعني إذن ما عليك فعله هو أنك تتمسك بعملتك كما ذكرنا ولم يتغير ما سوف يتغير سأقول لك أن الصنار يتغير حاليا لم يحدث أي شيء يدعو للقلق أو الريبة إذن اتزم بعملتك ويعني انتظرنا خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله التي سوف تكون فيها الحركة التي ننتظرها مع نهاية هذا الصيف إن شاء الله التي ستكون حركة إن شاء الله كبيرة جدا والتي ينتظرها الجميع إذن نتوقف عند هذا الحد في القناة العامة ونواصل يعني مع إخواننا في القناة الخاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن لا تنسى عفوا الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك ليصلك هذا الجديد ولا تنسى أن تشارك هذا المحتوى وتعمل كومنت لكي تستهيد ربما تكون أحد الفائزين للتحاق بنا في الدورة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته